فضيحة مدوية القبض على الإعلامية داليا فؤاد بحوزتها مخدر الاغتصاب ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على الإعلامية داليا فؤاد مقدمة برنامج ضرب نار على قناة القاهرة والناس بتهمت حيازة مواد مخدرة خطيرة أبرزها عقار GHB المعروف بمخدر الاغتصاب وذلك في منطقة تجمع الأول تفاصيل الواقع وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بحيازة الإعلامية داليا فؤاد كمية من المواد المخدرة وبناء على هذه المعلومات قامت قوة أمنية بمراقبة تحركاتها وتبعها وبعد التأكد من صحة البلاغ تم القبض عليها متلبسة وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزتها حررت الشرطة محضرا رسميا بالواقع وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في القضية وقررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كافة ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ما هو عقار GHB المعروف بمخدر الاغتصاب؟ GHB أو جاما هيدروكسي بيوتيريت هو مركب كيميائي يمكن العثور عليه بشكل طبيعي في الدماغ وأجزاء أخرى من الجسم لكنه يصنع أيضا في المختبرات يستخدم هذا العقار طبيا تحت إشراف صارم في علاج بعض الحالات العصبية والطرابات النوم الاستخدامات الطبية كان يستخدم سابقا كمكمل غذائي لعلاج الطرابات النوم وحالات عصبية محددة يتم تصنيعه الآن فقط بوصفة طبية مشددة نظرا لخطورة استخدامه غير القانوني الاستخدامات غير القانونية رغم حظره في عام 1990 استمر إنتاج وبيع GHB بشكل غير قانوني عبر الإنترنت اشتهروا العقار بسبب تأثيره على الجهاز العصبي المركزي وقدرته على التسبب في فقدان الوعي فقدان الذاكرة اللحظية زيادة الشهوة الجنسية يستخدم في الحفلات والمناسبات الخاصة لإفقاد الضحايا وعيهم واستغلالهم مما جعله يعرف باسم مخدر الاغتصاب تأثيرات جانبية خطيرة IR تعرق شديد فقدان الوعي الكامل دخول في غيبوبة فقدان الذاكرة بشكل مؤقت التنظيم القانوني في عام 2000 أصبحت GHB مدرجا كأحد المواد المخدرة الخاضعة للرقابة حيث يعامل قانونيا مثل الهيروين يمنع إنتاجه أو بيعه أو استخدامه إلا بوصفة طبية وتحت ظروف محددة للغاية عقوبة حيازة المخدرات في القانون المصري وفقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يعاقب من يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و 3000 جنيه مصري إذا تم ضبطه في مكان مخصص لتعاطي المخدرات في حال كانت المادة المخدرة من الأنواع الخطيرة كالهيروين أو الكوكاين يمكن مضاعفة العقوبة إلى السجن لمدة عامين أما المادة 37 من قانون العقوبات فتحدد عقوبة الحائزين على المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه مصري داليا فؤاد هي إعلامية وبلوجر مصرية ولدت عام 1985 تخرجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وبدأت مسيرتها بتقديم برامج تلفزيونية مثل برنامج سائقات الصحراء نان برنامج دي جو الموسم الثاني من برنامج سديم عبر قناة القاهرة والناس تجربتها في التمثيل اقتحمت عالم التمثيل وشاركت في أعمال مثل مسلسل عريس دليفري مع الفنان هاني رمزي مسلسل جوز ماما مع عدد من النجوم نشاطها على مواقع التواصل تعتبر داليا من الشخصيات النشطة على السوشيال ميديا حيث يتابعها أكثر من نصف مليون شخص عبر حساباتها على انستجرام وتيك توك القضية مستمرة تظل قضية داليا فؤاد مفتوحة مع استمرار التحقيقات في الواقع يشكل القبض على إعلامية شهيرة في مثل هذه القضية صدمة كبيرة للرأي العام حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه التحقيقات